موسيقى السلام عليكم أحبتي طلاب الصف الرابع العدادي درس جديد لمادة اللغة الإنجليزية واليوم عندنا الدرس الخامس اللي هو planning a party من الفصل الخامس planning a party يعني الإعداد أو التحضير أو التخطيط لحفلة Look at what the family has to do to plan their party يقول ما الذي يفعله أنظر ما الذي تفعله العائلة what the family has to do يجب أن تفعل to plan كي تخطط their party للحفلة match things on the list with picture or with a picture things on the left here we have words هنا عدنا كرمات و هنا عدنا pictures okay الورد يجب أن تقول order the food يعني أطلب الطعام order the food أو طلب الطعام يعني أنت من تحضر حفلة أو شيء تطلب طعام order the food أو make food جوز واحد يسوي الفود مو order the food فالصورة المناسبة هي القائمة أي اللي هي party menu اللي هو peanuts the crisp وهي طبعاً selections of sandwiches cold chicken pieces olive هذه يعني القائمة الطعام have a cake made يصنعون الكيك have a cake made وهنا مثل ما يشوفون هنا عدنا قوالب الكيك و get the invitations printed get the invitations printed invitations هي الدعوات وهذا the print design center هنا يصممون اللي هو لأي يصممون الدعوات have the house cleaned ينطفون ال house تنظيف المنزل واللي هي به مثل ما يشوفون طبعاً اللي هي c ما غيرناها c لا عفو اللي هذي التنظيف وأخيراً عندنا choose the flowers اختيار الورد أوكي محلات الورد موجودة في الخارج طبعاً يطلبنا عندنا do exercise do now do exercise the activity book ماكو مشكلة هسا نروح للحل إن شاء الله طبعاً احنا الكلام كل هذا في صفحة 51 صفحة 51 صفحة 51 عدنا قاعدة مهمة جداً اللي هي get have وال past particle اللي هو عدنا أداتين نقدر نستخدمهن حتى نطلب من الأشخاص أو نخلي شخص معين يفعل فعل معين أوكي read the language box then do exercise عدنا شنوى عدنا have و get خلن نشرح لكم على have و get يقول نستخدم القاعدة التالية لنبين إن شخص ما يقوم أو ينجز عمل ما لك أو من أجلك القاعدة شنو هو أنت عندك فاعل و عندك have و get زائد مفعول به تصريف ثالث أوكي مثل يعني تستخدم have أو get يعني أنا أقول خليت أحمد يغسل للسيارة أوكي I will get I will get طبعا الوالله هنا فعل المساعد اللي هي أنا سوف I will get the invitations printed مثل ما يشوفون هنا have أو get the invitation printed هنا اللي printed بتصريف ثالث صارت I will get طبعا هنا الفعل مجرد لأنه عدي ويل I will get the invitations printed يعني أنا راح أخلي أو أجعل I will ask someone at the printers to print them يعني راح أخلي أو أسعى الشخص في الطابع يطبع لياهن I will get أو I'll get the invitations printed أوكي I'm not going to print the invitations but I will get them printed by someone else أوكي I will I'll have the house cleaned I'll have the house cleaned I'll ask someone at the cleaning company to clean it أو I'll have the house cleaned يعني هنا الهاف مو آني راح أسوي I will ask someone to clean the house for me مثل ما تشوفون يا إما هاف يا إما يا إما يا إما get تستخدمها يا إما هاف والفعل ما للجملة يتحول للتصريف الثالث وهذه أهم نقطة طبعا بالامتحان تجيك الجملة الاعتيادية ونقل لك دخل عليها get أو هاف أنت من تدخل get أو هاف لا تنسى أنه cleaned أو printed تتحول بالتصريف الثالث للفعل أوكي حسب القاعدة اللي منطقي إياها زين يقول يتغير زمن هاف وغيت هذه مهم القاعدة حسب جملة السؤال أي هذه خليها ببالك عندما يكون زمن السؤال نحن نتكلم على هاف وغيت أوكي هاف وغيت يعني هاف الماضي ما لا تشينه had get الماضي ما لا تشينه got فيقول يتغير حسب مثل ما قلتكم هنا عندي will الويل دائما يجي وراها مجرد حسب زمن جملة السؤال أي عندما يكون زمن السؤال في الماضي نحول هاف إلى had وغيت إلى got وإذا كانت جملة السؤال في المضارع المستمر نحول الهاف إلى having وغيت إلى getting وهذا يشمل بقية الأزمنة إش منطق من زمن أنت تحول حسب الزمن اللي موجود إذا انطاك إياها بالسؤال يعني ناخذ بعض أمثلة I am having شوفوا هذا الاستمرارية I'm having the windows washed وهنا الفعل تحول للتصريف الثالث I'm having the windows washed هذا الاستمرارية يعني هسة هسة أنا جايب لي واحد أو أخلي لي واحد I'm paying someone to wash the windows for me والآن جاي أدفع الآن لشخص طبعا هذا بزمن مستمر أنا أدفع الآن لشخص لكي ينظف الشبابيك طبعا He had his bike stolen yesterday He had هنا وين صارت He had his bike stolen yesterday يعني A thief stole the bicycle طبعا A bike a bicycle طبعا قرناها bike بالبداية على العموم The thief stole the bicycle الحرامي سارك السارك سارك الدراجة فإذن هاد صارت وين بي الماضي طبعا stolen يعني steal هو الفعل فstolen هو سوركت فالتصريف الثالث ذي الفعل طبعا أنا ننتهي تكون مجموعة من الأفعال وقلنا لازم تحفظوها اللي هي كانت بنهاية الكتاب ما أتذكر صفحة 100 وش قد يعني بذبط الآن صفحة 102 هي الأفعال اللي قدتلكم يعني تحفظوها هي وتصاريفها مهمات جدا لينبث سادس إن شاء الله رح يكون عندك مجموعة من الأفعال طبعا يقول نستخدم قيت مع الأعمال السلبية كسركة شيء ما أو اتلاف جهاز أما اتلاف جهاز ما أو الحاق الضرر بشيء ما بل نستخدمها بمكانها أي إنها قيت تستخدم فقط في الأعمال الإيجابية يعني القيت تستخدم فقط في الأعمال الإيجابية لا نستخدم قيت مع الأعمال السلبية أو كي فعدنا مثل هسا البايك استطول ما استخدمنا قيت يعني قيت يعني ما ترهم هنا فنستخدم واللي ما لاته هنا استخدمنا هاد لأنها في التصريف الثالث للفعل بالامتعان تجيك الجملة مثلا أنا 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 محطان 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 كيف المحطاء محطان فهذه الأمثلة وطبعا يطلب من عندنا هو الذهاب إلى صفحة 80 لكي نحل الأسئلة المتعلقة بالموضوع نحن لك diplomات الطبع من الكرراش وانتهي بعد هذه القرارات نبيل تأتي لكي نصدق لكي نكري ويجعل الكمي نصدق لكي نجد كاميرا مثل ما شهوا يتأتي لكي نصدق لكي نصدق لكي نصدق لكي نصدق ويجعل الكمي نصدق لكي نصدق لكي نصدق وجد الإعلام Arrange to get the invitation printed I use get or have with these verbs to complete the sentences I, my hair, cut because it was too long I had my hair cut It was too long My hair cut We the house Because we didn't like the color Here's the front There is a amend We, we have We had We got the house paint And this way Like I said We have We got the house paint And this way We will help you الموفقية إن شاء الله لا تنسونا من اللايك وشير وسبسكرايب في القناة ونلتقيكم في فيديوهات كاملة ثانية إن شاء الله في أمان الله وحفظه